بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالمون تريدنج شانل اليوم بإذن الله سوف نبدأ في سلسلة جديدة تحت عنوان الكلمة الأخيرة في التداول للمبتدئين والمحترفين ومع الحلقة الأولى من هذه السلسلة بعنوان واجب المحلل الفني في بداية المشوار يقول توماس جيفرسون لقد اكتشفت أنني كلما ثابرت في عملي حالفني الحظ أكثر تكلمنا في هذه القناة المتواضعة التي كل الدروس التي عليها هي مجانية أبتغي بها الثواب والأجر من الله وإثراء المحتوى العربي بمادة علمية مفيدة في مجال التداول تأخذ بيد المتداولين وخاصة المبتدئين منهم إلى بر الأمان من أجل تحقيق الربح والحصول على فرصة للمكسب الحلال من خلال هذا العمل بعد أن ضاقت سبل العيش بالناس وكادت أن تغلق أبواب العمل في وجوه الجميع وبخاصة الشباب منهم نقول وبالله التوفيق أن هذه القناة تحتوي على العديد من أدوات التحليل الفني لكن المهارة تكمن في استخدام الأداة أو الأدوات الصحيحة في الوقت الصحيح وهذا بالطبع يتطلب الكثير من الدراسة والمدارسة والاجتهاد والمران والتدريب على الحساب التجريبي لفترات طويلة أنصح أن لا تقل عن ستة أشهر ومن هنا فعلى المحلل الفني في بداية المشوار أن يركز على دراسة عدد محدود من الأدوات التي يجيد استخدامها استخداما تاما ويكون متمكنا منها تمام التمكن ثم ينتقل إلى دراسة أدوات أخرى وهكذا وعليه أن يبدأ بالأسهل حتى يجيده تماما ثم يتقدم لما هو أصعب فالعبرة ليست بالمعرفة السطحية للكثير من أدوات التحليل الفني بل بإتقان واستخدام وتفسير ولو عددا قليلا منها وعلى سبيل المثال للحصر أنصح المتداول بدراسة نماذج الشموع اليابانية في البداية دراسة جيدة وخاصة النماذج الإنكاسية منها وعلى وجه التحديد أرشح للمتداول المبتدئ دراسة نماذج شموع البينبار كلها دراسة متفحصة حيث تشمل شموع البينبار أربع نماذج هي المطرقة هامر والمطرقة المقلوبة انفرتد هامر والرجل المشنوخ هانجينجمان ونجمة المساء شوتينج ستار وكل هذه النماذج موجودة على القناة ومشروحها شرحا وافيا بالأمثلة العملية كما أنصح المتداول المبتدئ بدراسة النموذج الإبتلاعي إنجال فينجباترن الشرائي بوليش إنجال فينجباترن والبيعي بيريش إنجال فينجباترن كما أنصحه بتعلم رسم مناطق الدعوم والمقاومات بخطوط الاتجاه العام ويبتعد تماما في بداية مشواره عن المؤشرات بكافة أنواعها ومن الطبيعي أن تختلف الأدوات المستخدمة من محلل فني إلى آخر تبعا للتقدير الشخصي لكل محلل المهم هو عدم تعقيد الأمور فالتعقيد عكس التحليل والتحليل بالتعريف اللغي للكلمة هو تبسيط وتسهيل الأمور وذلك ما لا ينبغي أن يحيد عنه من يتطلع إلى فهم الأسواق فهما صحيحا كثيرا ما نسمع في أوساط المحللين الفنيين ما يؤكد ذلك يقولون مثلا إذا كان لديك مصطرة وقلم رصاص فبإمكانك إنجاز الكثير وهذا فعلا ما يحتاجه المتداول لرسم خطوط الاتجاه والقنوات السعرية بالإضافة إلى الخطوط العرضية الأفقية للدعم والمقاومة والخطوط الطويلة الرأسية للدورة الزمنية وذلك على سبيل المثال للحصر ويقال أيضا في إشارة إلى موجات أليوت الثمانية أن من يستطيع العد حتى الثمانية يستطيع عمل أصعب التحليلات الفنية ويوجد على القناة فيديو خاص بموجات أليوت وهذا بالطبع صحيح فالبساطة في التحليل تؤدي إلى نتائج ممتازة فلما إذن التعقيد إلى هذا الحد نكون قريبا حين من حلقة اليوم إلى أن نلتقي في الحلقة الثانية من هذا القرص لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السرموني